اشتركوا في القناة وده اعتقد انه هو لا ينصب ابدا ولا في اطار الخرض الطريق اللي احنا عايزينها ولا في التوقتات المعلنة فلكن انا بستغل لتوجودي معاكم وان انا اعلن امامكم ان انا بتقدم لانتخابات الرئاسة انا ممكن كنت جاء النهاردة عشان اعلن هذا على الملأ لكن النهاردة يعني خلاص يعني انا طالما جيت انا باعلن امام الشعب المصري كله وامام كل الاطواف المجتمع المصري ان انا بتقدم لانتخابات الرئاسة ودي مش اول مرة دي تاني مرة انت ممكن تقدمتي في 2012 عشان كده اشياء في الفرق الكبير جدا بين المرة دي والمرة الماضية مرة ماضية كان في هناك مرونة ولم استغرق اكتر من خمس دقائق في ان انا اتقدم بانتخابات الرئاسة المرة الماضية لا هم يسألوا عن هذا اللجنة العلونة الانتخابات تسأل مش انا اللي اسأل انا انا ما اعرفش انا حتى انا حتى بسمع كل شوية معلومة جديدة فواضح ان حتى المعلومات متضربة فانتوا حضرتك طبعا الاعلام وكلكم الاعلاميين لابد انهم تسألهم عن اسباب هذا التأخير اللي الحقيقة بيدر بيخرج طريقه بيدر بالعملية الانتخابية تماما فتمنى انتم يعني يكون هناك سؤال ويكون هناك جواب ايضا كمان اورد من اعضاء اللجنة لا هي خطوة واحدة الخطوة الوقاتي ان احنا كلنا ان شاء الله على هدف واحد هو الحصول على 25000 تأييد اعتقد ان المرة اللي فاتت كان هناك صعوبة كبيرة جدا ان انا احصل على 30000 تأييد الحقيقة وده امكان ناتج لحاجات كتيرة جدا ناتجة ان ده كان امر جديد جدا على الشعب المصري انه كان بيعتقد ان هناك توكيل وانحنا عارفين ان توكيل بالنسبة لفرض بسيط امر مخيف وامر ممكن من ممكن انه يحجم عن المشاركة لكن الحقيقة يمكن كان دور الاعلام دور الحقيقة المصبت للشعب المصري في فترة الماضية انه هو اكد على انه توكيل الى الان بيقولوا انه هو توكيل لكن ما هوش توكيل هو اسمه نموذج تأييد ناخب نموذج ليه ان انت بتقول لواحد ربنا وفقك بس لكن صوتك محفوظ ذاك فيه الصندوق عشان كده لابد ان الاعلام يوضع هذا ولابد ان يكون هناك فيه تنوع للعملية الممارسة الديمقراطية الامر هيكون كويس جدا قدام العالم وقدام الشعب المصري وقدام الاجيال القادمة لما يلقهم اكثر من عشر مرشحين مش اثنين او ثلاثة فقط فده هيؤدي للشعب المصري يختار بينما ان بدائل متاحة امامه وليست بدائل اعتقد من الممكن ان تفرض عليه فده امر اعتقد لابد ان الاعلام يساهم فيه ولابد ان الاعلام يكون متواجد ولابد ان الاعلام يعرف رسالته ايه عشان كده انا ظلمت اعلاميا مرة اللي فاتت الحقيقة لكن اعتقد ان ده كان هناك عزر ان انا مكنتش معروف للبعض ولكن انا بواكد النهاردة واعلن ان تراشوحي اعتقد ان اتمنى ان يكون هناك بداية جديدة مع الاعلام الاعلام قوة لا يستهم بها وانا مؤمن ان الاعلام والاقتصاد قوتان لو الدولة تملكت هما اعتقد ان الدولة دي هتكون قوية جدا 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 فاتمنى الاعلام يكون على مستوى المسئولية الحقيقية ويبحث عن كفاءات اكتر من الدكتور على الارز هناك كفاءات اكتر مني جدا ولكن انا الحمد لله باتسلح بسلاح العزيمة والاسرار وده ان شاء الله اللي اتمنى ان اوصله كل شباب مصر كل شباب مصر الغالبية منه ان هو الحقيقة بدأ ولاءه وانتماءه يقل شيئا فشيئا هناك فطور ولكن انا اعتقد ان النجاحي في الحصول على الاقل في 25 الف تأييد اعتقد دير السلح لكل شباب مصر ان بالاسرار والعزيمة نستطيع نصل الهدف المنشود ان شاء الله الحقيقة توجدنا النهاردة هو اثبات جديتنا واثبات ان احنا فعلا عازمين على الترشح لانتخابات الرئاسة وامكن اللي احنا شوفناه النهاردة اعتقد ان الممكن ان هو يحجم كثيرين جدا على المشاركة في عمل التأييدات لان عمل التأييدات لابد ان تكون لاحقة للتقدم لان اي تأييد انا اعتقد اي تأييد هيكون قبل ما تقدم هيكون باطل على هذا الوقت دير رقم واحد رقم اثنين ان حتى الناس لابد ان هي يكون عندها فعلا ثقة ان هذا المرشح اللي هم عايزين يأيدوه تقدم بالفعل لاترشح لهذا المنصب الرفيع فعشان كده كنا نتمنى ان يكون هناك فتح لهذا الباب النهاردة في ساعة العشرة صباحا كما هو محدد حتى يكون هناك البدء الفعلي لان العداد بدأ يشتغل النهاردة في جمع التأييدات المطلوبة عشان كده بقى اتمنى ان زر رسالة تصل الى اللجنة والانتخابات في ان اي عمل للتأييدات قبل التقدم سواء من على النت كما الدعم او قبلها من خلال ان انا اضع رقم او اخذ رقم من عندهم ان التأييدات دي تكون صحيحة وغير باطلة حتى يتسنى لنا جمع الـ 25 الف تأييد